بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة الحضور ورحمة الله وبركاته السلام على الشهداء الأحياء السلام على الذين قتلوا في سبيل الله السلام على الذين يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم السلام على الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون السلام على الشهداء وعلى عوائل الشهداء السلام على السائرين على درب الشهادة والحافظين على خط الشهداء ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أيها الأحبة نلتقي في رحاب الشهادة لنتحدث عن نقطتين النقطة الأولى مراتب الشهادة وشرائط الشهادة شرائط الشهادة من شرائط الشهادة التوفيق من الله سبحانه وتعالى نقرأ في دعاء شهر رمضان وقتلا في سبيلك فوفق لنا إذن القتل في سبيل الله يحتاج إلى توفيق لا بد لنا من الوقوف عند كلمة في سبيل الله لأن هناك قتل ولكنه في سبيل الطاهوت وهناك قتل في سبيل الدنيا وفي سبيل الشهرة وفي سبيل المنصب وهناك قتل في سبيل صورة وفي سبيل ابتسامة فتاة ولكن القتل الذي يستحق التوفيق هو التوفيق للقتل في سبيل الله وقتلا في سبيلك فوفق لنا قتلا في سبيلك أي يا رب لا أريد أن أموت مريضا على فراشي لا أريد أن أموت أي ميتة كانت بل أريد أن توفقني لأن أقتل في سبيلك وها هو علي عليه السلام أمير الموحدين يقول لألف ضربة بالسيف أحب لابن أبي طالب من ميتة على فراش أيها الأحبة الكرام أي لا أريد يا رب أن أقتل إلا في سبيلك وأن أنال الكرامة من عندك وأن أكون بجوارك يا رب أكرمني بشهادة أكرمني بشهادة ترفعني بها وتكرمني بها مراتب الشهادة لدينا مرتبتين من السهادة لدينا سهادة العرفاء وهناك سهادة الحمار الشهيد العارف هو الذي يعرف الله وعظمة الله ومكانة الله وقدرة الله لذلك دائما يفكر الشهيد العارف كيف يعطي لله ويبذل في سبيل الله وها هي زينب سلام الله عليها حين ترفع جسد أخيها الإمام الحسين تنادي اللهم تقبل منا هذا القربان هذه هي شهادة العطاء شهادة البذل أن تعطي لله وترجو من الله أن يتقبل منك الشهيد العارف هو الذي يفكر كيف يعطي فيكون لسانه ولسان حاله هو العطاء واللهم تقبل منا هذا القربان أي خذ يا رب وتقبل منا هذا البسيط وفي النقيض المقابل نجد الشهيد شهيد الحمار شهيد الحمار هو الذي لا يعرف الله ولم يسكن قلبه حب الله سبحانه وتعالى لذلك هو يقاتل في سبيل الدنيا التافهة فقد يقاتل في سبيل الطاغوت وقد يقاتل في سبيل الصورة وقد يقاتل في سبيل الشهرة والسمعة وقد يقاتل في سبيل حب امرأة هنا أو فتاة هناك قد يخرج شهيد قد يخرج ويقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه يكون شهيد حمار قد يخرج لساحة المواجهة ونيته خالصة لوجه الله إلا أن في أثناء المواجهة تتبدل نيته ويقتل فيكون شهيد حمار أيها الأحبة أيها الأحبة يا شبابنا المجاهد ضعوا الله نصبا عينكم وأخلصوا نواياكم لله وراقبوا نواياكم قبل وحين وبعد دخولكم لساحة المواجهة فلا يطمئن الإنسان لنفسه أن تكون نيته سليمة قبل دخوله ساحة المواجهة بل لا بد من الحرص على محافظته على إخلاصه لله وحبه لله وعطائه لله في ساحة المواجهة بل بعد ساحة المواجهة راقبوا نواياكم فإن كانت لله سبحانه وتعالى فحافظوا عليها وإن كانت لغير الله فصححوا نواياكم قبل فوات الأوان أيها الأحبة الشهيد السعيد هو الذي يلقى الله سبحانه وتعالى مخلصا نيته إليه سبحانه عز وجل وهو الذي يكون حيا عند الله ويستبشر بالذين لم يلحقوا من بعده ويرفع صوته عاليا يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق القتل في سبيله وأن يرزقنا توفيق الشهادة وأن يتقبل منا هذه القرابين وأن يحشرنا مع الشهداء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته